اشتركوا في القناة اول واحد كي توصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك والتفعيل الجرس ازنو ظهوري الاول مع المنتخب حلم انتحقق وسأحتفظ بالقمص في منزل والدي اعرب الدولي والمغربي الواعد ادم ازنو الظاهر الايسر لنادي باير مينيخ الالماني لكرة القدم عن سعادته الكبيرة باول ظهوري له مع المنتخب الوطني الاول خلال المواجهة امام الازوت التي اختير خلالها افضل رعب في المباراة وشارك ازنو مع اصود الاطلس في عمره 18 سنة وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي البافاري كانت تجربة رائعة ان اشارك مع المنتخب الوطني الاول لأول مرة واضف المتحدث نفسها كانت عائلتي هناك ايضا وشجعتني في الملعب ساتذكر ذلك اليوم دائما كان مثل الحلم وعن استعداده لاول ظهور قال ازنو اعطاني المدرب اشارة او اثنتين قبل المباراة بانني قد اكون ضمن التشكلة الاساسية لقد شجعني وقدم لي الكثير من النصائح والتي ساعدتني كثيرا في طريقي ووصل كما دعمني زملائي في الفريق كثيرا مما سمح لي باللعب بحرية من الواضح انني كنت سعيدا جدا لانني حصلت على فرصة البدء كما تحدثت ازنو عن اختياره افضل لعب في المباراة قائلا نعم لا قد كان شعورا لا يوصف بالتأكيد حتى الان بعد بضعة ايام ما زلت في قمة السعادة واشكر الزملاء في الفريق على تسهيل البداية بالنسبة لي واختتم كانت بداية رائعة بالنسبة لي ولكن كفريق يمكننا ايضا ان نكون سعداء بالحصول على النقاط الثلاث في نهاية مباراة متقاربة سيتم من حقام سي من المباراة مكانا خاصا في منزل والدي الرقراجي يفاجئ المغرب ويقرر استدعى ابدي لحاكم زياش بعد اصابتها وضع وليد رقراجي مودريب المنتخب المغربي اللاعب اسامة الصحراوي المحترف في الصفوف نادي ليلة الفرنسية خيارا اولا لتعود الغياب المحتمل لحاكم زياش نجم غلطة سرايا عن مواجهتي جمهورية افريقيا الوسطى ويواجه المنتخب المغربي خلال اكتوبر المقبل جمهورية افريقيا الوسطى في مبارتين دهابا وايابا ضمن التصفية المؤهلة لكأس الامم الافريقية واخضع حاكم زياش لفعصة طبية دقيقة داخل غلطة سرايا اظهرت حاجته لفترة من الراحة لا انتقل عن شهر كامل عقب اصابته على مستوى عضلة الضهر لامين يامال يعلنها هذا موقف النهائي من الرحيل عن برشلونة ادلى نجم برشلونة الصاعد لامين يامال بتصريحات متيرة تحدث خلالها عن حضوضه في التتويج بجائزة الكرة الدهبية هذا العام وايضا بخصص موقفه من امكانية مغادرته للنادي الكتالون مستقبلا وقال يامال في تصريحات ابرزها موقع فوتمركات الفرنسية لا اعتقد ان لديه فرصة للفوز في اشارة الى جائزة الكرة الدهبية التي تمنح لللاعب الافضل في العالم وفقا لمجلة فرنس فوتبول الفرنسية وبخصوص امكانية رحيل عن برشلونة يوما ما قال يامال مستحيل قبل ان يؤكد رغبته في ان يصبح اسطورة للنادي الاسبانية وحال احاول مقارنة الكثيرين له بالنجم الارجنتيني ليوني الميسي اوضح لامين يامال احب المقارنة بميسي الافضل في التاريخ لكنني اريد ان اكون نفسي الوصول الى مستوى ميسي مستحيل ويصنف كثيرون يامال في خانة خليفة ميسي ببرشلونة خاصة مع قدرة الجناح الاسباني الناشئة على تقديم مستوية مبهرة بشخصية كبيرة واستمرارية لافتة مبارك يوقع عقدا ضمامه الى الوداد لموسم واحد على سبيل الاعارة بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح وقع صباح اليوم رسميا اللاعب المهدي مبارك في كشفة نادي الوداد الرياضي في اطار تعزيز الصفوف الفريق الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيف الحالية وذكر موقع البطول ان مبارك وقع في كشفة الوداد عقدا يمتد لموسم واحد على سبيل الاعارة من العين الاماراتية بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي يذكر ان مبارك كان قد عاد الى العين الاماراتي بعد انتهاء فترة اعارة الى رجاء الرياضية الذي قضى في صفوفه موسما واحدا تينهاك مدرب منشستر يرد على تصريحات كريسيان رونالدو قال الهولندي ايريك تينهاك المدير الفني لفريق منشستر يونيتد الانجليزية ان الضوضاء في الخارج لا تزعجه او تؤثر عليه وذلك في الوقت الذي انتقد فيه النجم الفريق السابق كريسيان رونالدو اوضاع الفريق وذكرت وكالة الانباء البريطانية ان المهاجم البرتغالي الذي لعب لفترة اخرى في الفريق انتهت بازمة كبيرة في شهر نومبر عام 2022 بعدما ادل بتصريحات تسببت في ضجة كبيرة وتضمن تلك التصريحات انتقادا للمدرب الهولندي ايريك تينهاك وعاد اللاعب البالغ من العمر 39 عاما ليهاجم مدربه السابق حيث قال ان الفريق بعيد كل البعد عن الفوز بلقب الدور الانجليزي ودور عبدال اوروبا ورغم ذلك لم يتأثر المدرب الهولندي بتصريحات اللاعب البرتغالي واشار الى ان نجم النصر السعودي نفسه قال في لقائه في حلقة من بودكاست سريو فيردناند يقدم انه سيكون من الصعب على الفريق مواجهة التحديات وقال تينهاك رونالدو قال ان مونشستر يونيتد لا يمكنه الفوز بالدور الانجليزي لقد قال هذا اذا قرأت المقال جيدا واضف انه بعيد في السعودية وبعيد عن مونشستر كل شخص له حق ابداء الرأي وهذا امر جيد استورة الشباب نسخة حمض الله الحالية افضل من الاتحاد امتدح السعيد العويران نجم الكرة السعودية والشباب السابق الحالة البدنية التي ظهر بها المغربي عبد رزاق حمض الله مهاجم الفريق الذي انتقل الى الشباب هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع تحجد وظهر العويران في تدريبات الشباب استعداد لمواجهات القدسية في الجولة الثالثة من دور رشن للمحترفين وصور اسطورة الشباب حمض الله اثناء الراكذ في التدريبات وعلق قائلا ما شاء الله الله يطرح فيها البركة وتبع لا والله جسمه احسن من يوم كان في الاتحاد وكان المهاجم المغربي قد تلقى بعد الانتقادات بسبب ظهوره بوزن زائد نسبيا في بداية فترة اعداد الشباب للموسم الجديد وكان الشباب قد خسر في الجولة الاولى من الدور بهدف السفر امام الاتفاق ثم فاز في التانية بنفس النتيجة على الخليج هذه ابرز العنوين اظنوا ظهور الاول مع المنتخب حلم تحقق وسأحتفظ بالقمص في منزل والدي الراكريك يفاجئ المغاربة ويقرر استدعى ابدي لحاكم زياش بعد اصابتها لامينيامال يعلنها هذا موقف النهائي من الرحيل عن برشلونة اشتركوا في القناة